برج الاسد ان شاء الله عليكم يا قسود كل سنة وكمتم طيبين ايامكم كلها سعيدة وهنية خلينا نشوف ايه اللي في الدنيا معكم يا برج الاسد برج الاسد في عندك طاقة استشفاء لو انت طالع من مشروع حب فاشل او من حالة نفسية وصحية سيئة ففي طاقة الاستشفاء في الايام اللي جاية ان شاء الله هتشوفها وتلمسها جدا وهتحس بتحسن كبير جدا كمان عايز اقول برج الاسد محسود جدا محسود جدا 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 قيادي فايتر كده الناس بتفهمه غلط الناس بتفتكر ان هو تنج بتفتكر ان هو مغرور بتقول ان هو متكبر ده في ناس بعض الناس بيعملو وحش هو بتقبل المعاملة ديت وفي ناس بيعملو بيعني بتعبوه نفسيا انت كنت تعبان الفترة اللي فاتت يا برج الاسد ان شاء الله فيه اكتقص تشفاء كبيرة جدا وحلوة كمان عايزين نقول ان لو قضية او مقدم على قضية او لو ورق عند جهة حكومية فان شاء الله هيتقضى في مرحلة ما بعد العيد فان شاء الله برجكم هيكون له قضاء عادل جدا وفيه نصر وفيه قضاء على الظلم لو انتم مقدمين على القضية فانتم ان شاء الله هيكون الحكم لصالحكم بالنسبة للشخصية النسائية اللي من عائلتك يا برك الاسد وقد كده هي مسيطرة وقد كده هي قوية وقد كده هي جمدة وعملالك بعض المناوشات وبعض القلق بعض التوتر مع افراد اسرتك البقيين فاحب اقولك ان هي شوية هتديك جزء من الرضا او هتبصلك بعين الرضا وهتشوف تحسنات كتير بعلاقتك بيها ان شاء الله فيه ليكم تقدم كبير جدا 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 ونصرة كبيرة جدا على كل اللي ظلامكم وهتاخدوا حقكم تالت ومتالت زي ما بيقولهم وفي انتصار كبير جدا وهيشهد عليه الناس كلها بالنسبة للاشخاص اللي بيحاولوا ان هما يدايقوك ويزعلوك زي ما قلت قبل كده وبيحاولوا ان هما يدقوشوا وراك كده ويعودوا ينبشهم ويدايقهم ان شاء الله فيه ظهور ليهم لان انت مش عارفهم هما بتكلموا من وراك بوش ومن قدامك بوش ففيه ظهور ليهم على حقيقتهم وهتعرفهم وهتبعدهم عنا خالص يا برج الاسد بالنسبة للحبيب اللي بعد فهو بيفكر فيك جدا وبيرقبك جدا وعايز يرجعلك جدا 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 ولكن قرامتو كبرياء وعملين معه شغل فما هواش عايز ابدا يعني يتغاضى او يجي او ياخد الخطوة بس هو جاي زي ما احنا قلنا قبل كده في مراس او ورث او فيه يعني مناوشات على ورث او قطعة ارض او اعقار معين المفروض ان لكم في حق ومفروض ان حقوا قدام التاكل او مأخوض منكم او مخصوبين على انكم تتركوه ان شاء الله الشخص هيرجعه لكم او حد هيردعه من طرفه بعد ظروف معينة هو هيمر بيها. تمام? افكار كتيرة 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 بتلف في دماغك يا برج الاسد وعايز ان انت ترسى على برج. حاسس بافكار متزحمة جوة دماغك. عندك مليون فكرة وفكرة لشغل ومليون فكرة وفكرة لاحق احوالك كلها. وما انتش عايز تبدأ. ما انتش عارف قصدي تبدأ باي فيها. فان شاء الله ربنا هينور بصرتك وتعرف تبدأ منين وتمسك طرف الخيط ازاي. ان شاء الله كل الخير جايل لك. في اجتماع كده لشوية امور عليك. هتتعبك شوية وتقرقك شوية. بس بعد كده هيكون في فرج. فلو حسيت بضائقة او بخنقة او بشوية متاعب. قاف ان بعدها على طول فرج وفرجه كبير جدا. ايامك كلها سعادة برغم المنوشات اللي ما بتخلاش منها يا برج الاسد. خلينا نشوف بالنسبة لحبيبي المرتبطين والمنفصلين. خلينا نشوفها في القراءة واحدة. قرائتنا بتقول بعض المنفصلين بعضهم في لهم رجوع برغبتهم طبعا. احنا ما نخصبش حد على الرجوع ومحدش يقدر يخصب حد على الرجوع. فلو انتم رغبين للرجوع ففي رجوع. عايزين بداية جديدة في بدايات جديدة وتقدروا تنقوا منها اللي يريحكم طبعا. الدنيا كلها قفلة عليك في العاطفة ما تخافش. المفتاح او فتح العلاقات هتبقى قريب جدا. هيكون في صلح وهيكون في رجوع وبالنسبة للمنفصلين فان شاء الله ليهم رجوع وليهم صلح. للمرتبطين واللي بيعانوا من علاقة صلحية. فعايزين نقول ان الكفة هتميل نحيتكم. والحبيب او الحبيبة هيميلوا نحيتكم انتم. فان شاء الله في خيرات كتير. عايزين كمان نقول بالنسبة للزوج اللي مسافر او اللي بعيد او اللي باعد بسبب الكورونا او الخطيب اللي باعد بسبب الكورونا وهو على السفر ومانعينه من الرجوع او ما هواش قادر يرجع. فهو ياريت ما تضغطوش عليه لانه هو كل تفكيره ازاي يطير ويرجع لكم. بس هو الظروف اللي واقفة ضده ووقفة معكساه وغصبين عنه غصبين عنه ومش قادر يرجع. فياريت تهونوا عليه الغربة وتهونوا عليه مسألة الصفر وتهونوا عليه البعد دوه وتحسسوا ان شاء الله ان هتم فاتح الحدود قريب. في حالات الجوية هترجع قريب. السفر هيرجع قريب. ان شاء الله يعني احنا بنتعشم والعشم في ربنا دايما ان ان شاء الله يعني اقترب حل الازمة وان هي هتنتهي قريب ومش هتعد اكتر من كده كتير ان شاء الله. وفي رجوع ان شاء الله وربنا هو المستعان يا رب يطمنكم على كل حبيبكم ويرجعهم لكم بالسلامة. بالنسبة لحبيب العزاب والمتاخرين في الزواج واللي تقلموا جدا 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 في الفترة اللي فاتت. الدنيا قفلة وخانقة وعدم خروج وعدم طلوع وعدم انطلاقة وحبسة جدا جدا جدا. وبشركم بالخير ان شاء الله. فرجوا قريب. ليكم خرجات قصيرة مش بعيدة ورحلات قصيرة مش بعيدة ان شاء الله قريب. هتشوفوا فيها حاجات كتير قوي هتساعدكم. هيكون في تنمية لمهاراتكم. هيكون في تنمية للروح اللي جواكم. وبعد الحبسة وبعد الخانقة وبعد كل الايام اللي انت قضتوها في الحظر والحجر والتعب. هيبقى في رحلة بسيطة هتغير نفسيتكو خالص. وهتجدد النفسية تماما. وهتخل الروح تجري فيكم تاني وتحسوا بالانطلاق شوية. اما بالنسبة للعزاب او المتاخرين الزواج. متاخرين الزواج بالذات. فبحب اقول لهم ان ان شاء الله فرج قريب. طال الانتظار وطال الصبر على كلام المحيطين وعلى كلام الناس وعلى والدهم وعلى كل حاجة. ان شاء الله ان شاء الله يا رب. هتشوفوا كل الخير وربنا هيبعت لكم ابن الحلال اللي يساعدكم. واللي يخلي ايامكم كلها سعيدة. بعد الصبر لازم يكون في فرج. وبعد الصبر لازم يكون في خير. وكل واحد هيجيله وخياله. اذا كان بنت ربنا هيبعت لها فرز احلامها. واذا كان شاب ربنا هيبعت له فتاة احلامه. اللي كان دايما بيحلم بيها. واللي بتظل بتظهر قدامه في الاحلام وبيشوفها من بعيد. وحاسس ان هو يعني حياته هتبقى مختلفة لو التقى بيها. فحب اقول ان ان شاء الله كل الخير ليكم يا قسود. خلينا نتكلم على قرائتكم العاطفية بتقول ايه؟ قرائتنا العاطفية بتقول ان في رجوع للاحباب المبتعدين. وفي فك للحصارات بيننا وبين بعض اللي عاملين بلوك واللي قفوا الان وتعبته نفسيا جدا. انا شايف ان شاء الله ان في ازالة للمتاعب وازالة للحواجز. وهيكون في مسامحة ومصلحة وغفران. وحاجات كتيرة هتقدي الى ان العلاقة العاطفية تكون من انجح ما يكون. وتلاقوا فيها اللي دايما كنتنتم بتحلموا بيه واللي بتتمنوه. واللي صبر دايما لازم ينول. وربنا انا ابدا ما بيضيعش حق احد. اسفة جدا رجعت بالضع كتير برضو. بس انا ايه كتير قالولي يدعي لنا ولاك بالمثل. فسبحان الله لساني اخذ على كده. خلينا نقول. اللي محترين بين امرين. او اللي قدامهم اختيارين. فهم الاختيارين في كل الحالتين. صح. وبيقول لكم عليها نعم. انتو اللي ليكوا حرية الاختيار بقى. لكم بقى انتو تختاروا انهي فيهم. لان الاتنين كويسين. سواء عاطفيا او ماديا. تمام? اه انت اللي ليك حرية الاختيار. انت اللي هتختار مشروعك وانت اللي هتختار اسلوبك في النجاح في الايام اللي جاية. كل جديد عندكم. وهيحصل حاجات كتير وتطورات كتير عندكم يا برج الاسد. اتمنى ان انتو يا رب تستفيدوا منها كلها. وتكون خير وسعادة عليكم. باتمنى لكم كل الخير. بحاولش اطول الفيديوهات جامد. قادر عمل فيديو طويل جدا. اولا هيتعبني انا في التحميل لاني النت فضيع جدا. ثانيا اصحاب البقاط واصحاب النت واللي عايزين يعرفوا الاخبار. هيتطروا ان هما يستهلكوا كتير او يضطروا ان هما ما يشوفوش الفيديو كله. باتمنى لكم كل الخير. باتمنى ان انتو متنسونيش وتحطوا لي لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. توصلوا الفيديو لكل اصحابكم. واكبر عدد من اللايكات علشان دايما تبقوا في مقدمة الابراج اللي تكون معايا في كل الطاقة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. ومقطora اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. وما اشتركوا في القناة.